ممكن أن نستخدمها كدهن كتعطير نضعها في طولات مثلا زي كده ونستخدمها كتعطير ونبيعها ممكن أن نستخدمها للبخور ممكن أن نستخدمها للعطور كذلك ممكن أن نستخدمها للخمريات وكافة المعطر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وسلم وأسعد الله جميع أوقاتكم بالمسرات ورضا رب العالمين اليوم إن شاء الله وكما وعدناكم عندنا درس دهن العود مخلط دهن العود أو تركيبة الدهن العود تركيبة فخمة تركيبة شرقية تركيبة متميزة من أرواع نوع التركيبات اللي ممكن نعملها دهن العود ممكن أن نستخدمها كدهن كتعطير نضعها في طولات مثلا زي كده ونستخدمها كتعطير نبيعها ممكن أن نستخدمها للبخور ممكن أن نستخدمها للعطور كذلك ممكن أن نستخدمها للخمريات وكافة المعطرات نبدأ لبركة الله بسم الله الرحمن الرحيم عندنا المكونات ولو تلاحظون أني ما تقيد شركة معينة للزيوت عندي اخترت من كذا شركة فما تقيدوا أنفسكم بأي متجر أو أي مؤسسة أو شركة معينة للزيوت اللي ناسبك استخدميه بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في قياس الزيوت في البداية نتعرف على الزيوت زيت أو دهن عود X ألف ليلة وليلة ودهن عود هندي سوبر ورح نستخدم قطرات قليلة جدا من المسك الأسود كذلك رح نستخدم دهن الزعفران أو عطر الزعفران نبدأ لبركة الله ما ننسى طبعا عندي هنا خمرة البخور هي خمرة زي ما قلت لكم أثناء تحضير هذا الدرس تنفل كافة المخلطات بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ لبركة الله شغل الميزان ونتخلص من الوزن الزائد بسم الله نقيص الزيوت بسم الله الرحمن الرحيم رح نأخذ منه تقريبا 30 إجرام النسب كلها أنا كاتبتها لكم في صندوق الوصف نصفر الميزان لابد نتخلص من الوزن السابق حتى نقدر نستخدم الزيت الجديد بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة و ليلة نتخلص من الوزن الزائد و نستخدم الزيت 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 بسم الله الرحمن الرحيم هي كلها أدهان عود مختلفة التركيز و النكهة رح نطلع بمزيج رائع جدا مميز جدا نأخذ الزعفران نتخلص من الوزن الزائد دواني بس بسم الله نأخذ الزعفران الزعفران الأحمر أنا استخدمت الزعفران الأحمر نعطي الميزان وقته حتى يقيس النسب بشكل صحيح و نأخذ من المسك الأسود مثل ما قلت لكم قاطرات انتبهوا المسك الأسود تقريبا ما فيه مخلط ما يخلو من المسك الأسود لأنه يعطي قوة تبات عالية جدا لكن مجرد لو تزودي نقطة واحدة أو قطرة واحدة رح يعدم لك الشغل كله فانتبهوا من إضافة المسك الأسود وعيدوا أو كرر انتبهوا من إضافة المسك الأسود إضافة ضرورية لكن انتبهوا للنسبة نأخذ قطرات بسيطة جدا شوفوا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ونكتفي خمس قطرات فقط خمس قطرات فقط من دهن العود نقيس الخمرة أو المثبت بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ القليل جدا من الخمرة ما نبغى أتأثر على رائحة العود شايفين تقريبا نصف ملي نصف بلي أو نصف جرام نصف بلي أو نصف جرام بسم الله نبدأ الآن في مزج الزيوت العطرية نبدأ الآن في مزج الزيوت العطرية بعد ما قسنا النسب الآن نمزج زيوت العطرية جهاز المغناطيس ما عندك جهاز المغناطيس ما في أي مشكلة ما في أي مشكلة ممكن أننا نستخدم هذا الخاص بالقهوة ممكن أننا نستخدمه ممكن أننا في اليد نمزج بشكل جيد بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في مزج الزيوت العطرية نتركها لمدة تقريبا ساعة كاملة لو تلاحظون الزيوت العطرية ثقيلة أي إن هذا المخلط يعتبر من الزيوت المركزة من الزيوت المركزة نتركه لمدة ساعة نخفق ونمزج الزيوت ثم بعدها نضعها في الزجاجة ونخمرها لمدة ما تقل عن شهر مدة ما تقل عن شهر بعدها نستخدمها بشكل عادي جدا نأخذ منها النسبة اللي نبغاها إذا كنا نبغا نعمل عطور نأخذ منها النسبة اللي نحتاجها إذا كنا نبغا نعمل بخور اللي نخففها إذا كنا نريدها للعطور نخففها بالإيتانون إذا كنا نريدها للبخور ممكن إننا نستخدمها بالتركيز هذا أي أعلى تركيز موجود يعني ما تحتاج إلى تخفيف في البخور كذلك الخمرئات الأمر راجع لك إذا حاب أنك تخفف فيها ممكن تخافف فيها بالمادة الأساسية اللي أنت راح تضيفيها للخمرئة تركها لمدة ساعة ثم نعود لنضعها في الزجاجة ونرقدها لمدة شهر بسم الله الرحمن الرحيم عدنا بعد ساعة كاملة خلاص الآن نقفل على الزيوت شايفين مركز جدا بسم الله الآن نضعها في الزجاجة نضعها في الزجاجة بسم الله الرحمن الرحيم ضيف الزيت العطري أو المخلط أو هذه التركيبة للزجاجة اللي راح نخمرها فيها ونرقدها لمدة شهر نرقد لمدة شهر طبعاً اللي شايفينه هذا هذه فقاعات الهواء من الخفط راح تواني وتختفي الآن أصبح تركيبة دهن العود جاهزة تركيبة فاخرة جداً وزي ما قلت لكم للعطور للبقور للخمريات لكافة المعطرات إن شاء الله يكون الدرس سهل ومفهوم وواضح وأي استفسارات أنا موجودة معكم وأستودعكم الله الذي لا تضيعه ودايعه